بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس المشتقة سوف نتكلم في هذا اللقاء عن التعريف والتعريف البديل للمشتقة وطريقة إيجاد مشتقة دالة عند عدد ما باستخدام التعريف أو التعريف البديل للمشتقة تعريف المشتقة عند نقطة مشتقة الدالة F عند عدد ما X تساوي A يرمز ذها بF شرط A F'A والتي تساوي نهاية F A زاد H نقص F A على H عندما H تقول إلى الصفر بشرط وجود هذه النهاء إذن مشتقة الدالة عند A هي نهاية F A زاد H نقص F A على H عندما H تقول إلى الصفر إذا لم تكن هذه النهاية موجودة نقول أن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند X يساوي A تمرين باستخدام التعريف أوجد مشتقة الدالة F حيث F X يساوي 3X تربيع عند X يساوي سالب 2 إذن نريد استخدام تعريف المشتقة من أجل إيجاد مشتقة هذه الدالة عند X يساوي سالب 2 القانون F شرط A يساوي limit F A زاد H نقص F A على H عندما H يساوي إلى الصفر نعتبر هنا أن A هي سالب 2 وبالتالي يصبح القانون بالشكل F شرطة سالب 2 يساوي limit F سالب 2 زاد H إذن مكان A زاد H سالب 2 زاد H نقص F سالب 2 على H نوجد F السالب 2 بالتعويض في الدالة هي عبارة عن ثلاثة ضرب سالب 2 تربيع والتي تساوي إلى 12 ونعوض بإيجاد F سالب 2 زاد H نعوض مكان كل X في الدالة في علاقة الربط مكان كل X بسالب 2 زاد H لتصبح العبارة بالشكل ثلاثة مكان X تربيع سالب 2 زاد H للتربيع ناقص F السالب 2 هي 12 الآن نحتاج إلى تبسيط هذه العبارة طبعا لو عوضنا تعويض مباشر سوف نحصل دائما على صيغة غير معينة وهي 0 على 0 دائما بهذا القانون عند التعويض H بـ 0 سوف نحصل على صيغة غير معينة لذلك نبدأ مباشرة بتبسيط هذا الكسر قوسين للتربيع مربع الأول أربعة اثنان ضرب الأول ضرب الثاني سالب 4H ومربع الثاني H تربيع لتصبح بهذا الشكل نحتاج إلى فك هذين قوسين سوف نقوم بضرب الثلاثة بالحدود الثلاثة الموجودة بـ 4 وبسالب 4H وبـ H تربيع تصبح limit 12 ناقص 12H زائد 3H تربيع ناقص 12 على H نختصر سالب 12 مع موجة بـ 12 يبقى لدينا هذه عبارة نلاحظ أن الحدين يحتويان على الـ H وبالتالي يمكن إخراج H عامل مشترك لتصبح النهاية بالشكل limit H مضروبة بسالب 12 زائد 3H على H طبعا عندما H تقول إلى الصفر مرة أخرى يمكن اختصار H من البسط مع H بالمقام لتصبح النهاية بعد إلغاء العامل الصفري وهو H تصبح نهاية سالب 12 زائد 3H عندما H تقول إلى الصفر هذه هي مشتقة الدالة عند سالب 2 الآن يمكن إيجاد هذه النهاية بسهولة بتعويض مكان كل H بصفر على اعتبار أن هذه الدالة هي حدودية بالتعويض المباشر نحصل على 12 إذن مشتقة الدالة عند سالب 2 تساوي إلى سالب 12 الدالة قابل للاشتقاق عند هذا العدد ومشتقتها تساوي إلى سالب 12 التعريف البديل للمشتقة مشتقة الدالة F عند عدد ما X يساوي A ونرمز لها بشرطة A يمكن كتابتها أيضا بالشكل إذا هناك عبارة أخرى للمشتقة يعرف هذا التعريف بالتعريف البديل F'A يساوي نهاية F'A على X'A عندما X تقول إلى A طبعا بشرط وجود هذه النهاية إذا لم تكن النهاية موجودة نقول أن الدالة غير قابلة للاشتقاق عند X يساوي A نلاحظ دائما في هذه العلاقات عند التعويض مكان كل X بA سوف نحصل على F'A نقص F'A على A نقص A أي صفر على صفر دائما هذه العبارات تعطي صيغة غير معينة من النوع صفر على صفر لذلك دائما نقوم بتبسيط هذه الكسور تمرين استخدام التعريف البديل هنا وليس التعريف سوف نستخدم التعريف البديل أوجد مشتقة الدالة إذن سوف نستخدم بدلا من التعريف التعريف البديل في أغلب الامجحانات إذا ذكر استخدم التعريف يمكن استخدام التعريف أو التعريف البديل لأنهما صيغتين متكافئتين باستخدام التعريف البديل أوجد مشتقة الدالة F والتي من الشكل Fx يساوي الجذر X التربية عند X يساوي A هنا أعطاني العدد عبارة عن ثابت مجهول A نبدأ بالقانون F'A تساوي إلى لمت Fx ناقص F A على X ناقص A على أعتبار أصلا أن A عدد مجهول يمكن التعويض مباشرة في الدالة Fx هي جذر X وبالتالي F'A هي جذر A إذن تصبح العبارة مشتقة الدالة عند A تساوي نهاية جذر X ناقص جذر A على X ناقص A عندما X تقول إلى A صيغة غير معينة من نوع صفر على صفر تحتوي على جذر تربيعي للتخلص من العامل الصفري كنا نكون بضرب البست والمقام بمرافق البست الذي يحتوي على الجذر مرافق جذر X ناقص جذر A وجذر H زائد جذر A عند ضرب المترافقين نحصل على مربع الأول ناقص مربع الثاني طبعاً التربيع مع الجذر يصبح X وأي في الجذر الآخر التي تصبح العبارة في البست X ناقص A وفي المقام نبقيها على شكل قوسين X ناقص A مضروبة بجذر X زائد جذر A باختصار العامل الصفري X ناقص A مع X ناقص A علماً طبعاً أن X لا تساوي A لحظ X تقول إلى A ولا يمكن أن تساوي A وبالتالي يمكن الاختصار إذن المشتقة أصبحت تساوي إلى 1 نهاية 1 على جذر X زائد جذر A عندما X تقول إلى A لدينا مقام ولدينا جذر نحتاج إلى شرطين شرط الجذر سوف نكتب هذا الشرط في مكان آخر إذن هنا X لا تساوي A شرط الجذر نهاية ما داخل الجذر ما داخل الجذر هو X تساوي إلى عندما X تقول إلى A تساوي إلى A شرط حل هذه المسألة أن يكون A عدد موجب إذن لا يمكن إيجاد مشتقة عند لدينا جذر X عند عدد سارب أو عند الصفر فقط عندما يكون A عدد موجب يمكن إيجاد هذه النهاية لأن شرط الجذر يكون محقق إذا من أجل A أكبر من الصفر يكون شرط محقق نناقش شرط مقام من أجل نفس هذه العبارة نهاية المقام نهاية جذر X زائد جذر A عندما X يقول إلى A نوزع النهاية على الجذر الأول والثاني لتصبح لهذا الشكل الآن نحتاج لإدخال الليمت إلى داخل الجذر طبعا يمكن إدخاله لأن شرط الجذر محقق وتصبح جذر لمت X عندما X تقول إلى A لمت جذر A A يعتبر عدد ثابت وبالتالي نهاية العدد ثابت هو نفسه وبالتعويض هنا لمت X عندما X تقول إلى A هو A أصبح لدينا جذر A زائد جذر A والذي يساوي إلى 2 جذر A بما أن A عدد أكبر من الصفر إذن هذه العبارة موجبة ولا تساوي الصفر إذن شرط المقام أيضا محقق شرط المقام وشرط الجذر محققين يمكن توزيع النهاية على البسط وعلى المقام نهاية العدد ثابت هي نفسها ونهاية المقام حسبناها سابقا تساوي إلى 2 جذر A إذن هذه الدالة قابلة لإشتقاق عند هذا العدد بشرط أن يكون هذا العدد أكبر تماما من الصفر ومشتقة جذر X عند أي عدد A يساوي إلى 1 على 2 بجذر A ناقشنا في هذا اللقاء إيجاد المشتقة باستخدام التعريف وباستخدام التعريف البديل وإلى لقاء آخر من حلقات نمارج الدروس المرئية في مادة الرياضيات